تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة صحة وسعادة بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم شرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عزيزي المستمعين واسعد الله وأوقاتكم بكل خير وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صحة وسعادة صحة وسعادة برنامج تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي في هذا البرنامج مستمعين نفتح فق تواصل معكم لاستقبال رأيكم ملاحظاتكم اقتراحاتكم كل ما من شأنه أن يساهم في تطوير القطاع الصحي في إمارة دبي بشكل خاص ودولة الإمارات العربية المتحدة بشكل عام فأهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة التي نتمنى أن تكون عامرة بالمعلومة الصحية التي نصل بها وإياكم إلى نمط الحياة الصحي والسعيد إذن في بداية الحلقة نرحب بفريق العمل معنا في الإعداد الأستاذ نور نزال في التنسيق ميرا لغفر لصباح الخير وفي الإخراج والقواسمة إذن هذه تحياتي محدثكم حمود يوسف العليم نبتدي حلقتنا اليوم بهذه الدراسة المهمة جدا التي تحذر من النوم بالقرب من الجوال حذرت إدارة الصحة العامة في كاليفورنيا من أضرار خطيرة من الهاتف المحمول وبحسب الإدارة الصحية تصدر الهواتف المحمولة إشارات راديو لاسلكية معروفة بـ RF عندما ترسل وتستقبل المعلومات من الأبراج الخلوية المحيطة وهي ترددات قد تكون خطيرة وأصدرت إدارة الصحة في كاليفورنيا بعض المبادئ التوجيهية بشأن سلامة الهواتف المحمولة لتكشف عن أمور مخيفة للغاية من بينها أن الاستخدام الطويل للمدى للهواتف الخلوية قد يكون مرتبطا بأنواع معينة من السرطان والآثار الصحية الأخرى ويشمل ذلك سرطان الدماغ وأورام العصب السمعي اللازم للسمع والتوازن والغدد اللعابية انخفاض عدد الحيوانات المنوية أو قلة نشاطها الصداع وآثارها على التعلم والذاكرة والسمع والسلوك والنوم طيب على الرغم من عدم وجود رابط قاطع بين استخدام الهواتف وهذه الأمراض فإن ذلك لا يمنعنا من تقليل التعرض للترددات اللاسلكية فقط لكي نكون في الجانب الآمن لذلك أصدرت الإدارة الصحية التوصيات التالية أبقي هاتفك بعيد عن جسمك حتى بضع أقدام فقط ستحدث فارقا استخدم سماعة البلوتوث قدر الإمكان أرسل رسائل نصية بدلا من التحدث على الهاتف أبقي الهاتف بعيدا عنك أثناء تنزيل أو إرسال ملفات كبيرة كما يتعين عليك حمل هاتفك في حقيبة الظهر أو المحفظة بدلا من الجيب أو حمالة الحزام أيضا لا تنم والهاتف بالقرب من رأسك ما لم تحوله إلى وضع نمط الطيران ويتعين عليك وضعه على بعد بضعة أمتار على الأقل يذكر التقرير أيضا أن الأطفال معرضون لخطر أكبر من البالغين لأن أدمغتهم وأجسادهم أصغب بكثير وأقل تطورا بحيث يكون الكمية نفسها من الترددات اللاسلكية تأثير أكبر عليهم كل هذه تحذيرات يتنى من إدارة الصحة العامة في كاليفورنيا الآن شهدنا يعني في الفترة الماضية أكثر من حالة للأسف يعني أدت إلى بيوت احترقا من وراء الهواتف النقالة يعني في ناس رحمة الله عليهم يعني تأثروا بمثل هذه الحوادث نحن نقولكم الواحد يأخذ باله يأخذ بالأسباب والحافظ الله طيب نأخذ فقرتنا التغذوية اليوم أن نتكلم عن تغذية الأطفال الخدج معانا عبر الهاتف أخصائية التغذية هنادي حسن الغبيش صبحتش الله بالخير هنادي صباح النور هلأ أخ محمود يا هلأ تبغي أنت علقين على دراستنا سمعتها أه سمعتها آه شو شو تعلقت مصال الله ما خلت يعني من مصائح وإرشادات فطبعا لازم الواحد يخصف أو يبعد يستقم دم السماعات أثناء يعني الحديث بالهاتف وما يضع دائما يعني مشوفها هاي سائعة وضع التليفون تحت الوسائد النوم يعني وفي غرف النوم فيفضل دائما إبعاد الهاتف عن يعني الأشخاص خاصة أثناء النوم فهي نصائح جدا قيمة يعني صحيح أنا واحد يسأل يقول هل استخدام سماعات مع السلك أفضل أو اللا سلكي هني كانوا التوجيهات كانت يعني من أن تكون بسماعات البلوتوث ولكن هل هي آمن أم لا أم غير آمن هذه بحتاجة دراسة كذلك وممكن نحن نشوفها مع المختصين طيب بالنسبة لتغذية الأطفال للخدج أستاذة هنادي تفضلي اليوم إن شاء الله رح نتكلم عن تغذية الأطفال للخدج أو القصر هلأ ليش لتعريف للطفل الخداج هو الطفل اللي بتم ولادته قبل الأسبوع السبعة وثلاثين هلأ نبدأ تغذية الطفل الرضي بعد أن تستقرر حالته الصحية واللي بيقرر استقرار حالته هو الطبيب المختص بداية نبدأ بإعطاءهم حليب الكوليسترام هو السائل الأصبر من حليب الأم مما إله من فوائد كثير على مناعة الطفل بسبب احتواءه على الأسام المضادة طبعا دائماً منقول حليب الأم هو الخيار الأفضل والأول لجميع الأطفال سواء كانوا أطفال مكتملين الولادة أو الأطفال الخدج ولكن بالنسبة للطفل الخداج نظراً لزيادة احتياجاتهم عن بقية الأطفال من البروتينات والعناصر الغذائية بالتالي قد نحتاج في بعض الأحيان إلى إدخال بعض المكملات الغذائية إلى حليب الأم يعني إضافة مثلاً مداعمات لحليب الأم لزيادة قيمتها الغذائية من البروتين والعناصر الغذائية أو إذا تعذر أيضاً استخدام هذه المكملات قد نضطر إلى استخدام الحليب الصناعي الخاص لمرضى الخداج هلأ بداية مثلاً نبدأ بأغذية الفطام هلأ دائماً نقول طفل الخداج مثل ومثل بقية الأطفال الثانين يجب علينا أن لا نبدأ أغذية الفطام قبل اكتمال الشهر السادس هلأ عندهم الشهر السادس مثلاً طفل خداج انولد قبل أوانو بشهرين لأن نكون بإضافة ست شهور زائد شهرين يعني كم نقصه من الأشهر منقوم إضافتها إلى الست أشهر مثلاً إنولد قبل موعده بشهر منقوم إضافة شهر إلى الست أشهر بالتالي لما يصبح عمره سبع شهور منقوم بإدخال أطعمة الفطام وكمان من راعي شغلة تانية هو قابلية التفال على استقبال أطعمة الفطام وهي كيف منحددها إنه إذا كان التفال قادر على التحكم في الرقبة والرأس ويستطيع الجلوس إما لوحده أو بمساعدة هاي بيكون يعني مهيئة لاستقبال هاي الأطعمة لكن إذا كان الرأس غير ثابت والرقبة غير ثابت هون بيكون فيه بعض الخطورة عند إدخال أغذية الفطام بالتالي يجب الانتباع هلأ دائما إحنا نبلش بأطعمة الفطام بحبوب بتبدأ بالشهر السادس الخامس والسادس والخضار أيضا مدخلها بالشهر نهاية الخامس بداية السادس هلأ الفاكهة بالشهر السابع اللحوم والبروتينات بتم إدخالها بالشهر السابع والثامن هلأ في بعض العادات الغذائية الخاطئة عند بعض الأهالي هو إعطاء العسل في العام الأول من عمر الاتفل طبعا هاي عادة غذائية خاطئة هلأ العسل هو غذائك جدا مهم ولكن عند الأطفال أقل من عمر السنة قد يشكل خطر على حياتهم بسبب احتواءه هو بكتيريا نافعة لكن بالنسبة للأطفال الأقل من سنة يعتبر خطر عليهم بياض البيض وحليب الأبقار والأسماك يفضل تأخيرها إلى بعد السنة من العمر وكمان الأطفال الخدج عردة للإصابة بالإصفرار بصفار من الأخطاء أيضا الشائعة عند الأهالي إعطائهم السكر مذاب في الماء بيعتقدوا أنه ممكن يعالج السفار أو يخففه لكن هاي عادة جدا خاطئة قد تزيد الأمر سوء بالتالي حليب الأم هو الأفضل لتقليل نسبة السفار في جسم الطفل بالإضافة للعلاجات اللي الدكتور بيقررها من قبل مستشفى تعريضه لضو النيون وما إلى ذلك في مغذيات إضافية يحتاجها الطفل الخديج عن غيره من الأطفال هلأ مثل ما قلنا حليب الأم هو الخيار الأمثل نتكلم عن فيتامينات ومعادن لكن فيتامينات طبعا الدكتور بيوصف له الفيتامينات لأنه لتقويته يعني أنه هو بيحتاج فيتامينات مثل ما قلنا ومعادن وبروتينات البروبيوتيك بروبيوتيك بالنسبة للأطفال الخداج كثير في دراسات بتقول يستخدموا لكن الكمية الجرعات يحددها الطبيبة ويتم تحديدها من قبل الطبيب المعالج شكرين لتياها نادي شكرا جزيلا على هذه الفقرة الجميلة شكرا لك حسن الغبيش خصائية التغذية في صحبة دبي كانت تكلمنا عن تغذية الأطفال الخدج منطلع فاصل مستمعينا بعد الفاصل متواصل صحة وسعادة أسعد الله ووقاتكم مرة أخرى مستمعينا الكرام وحياكم الله معانا في برنامجكم صحة وسعادة أرقام التواصل معانا مستمعينا 600551414 وعن طريق الرسالة النصية على 4006 وفي رسالة يتنى إذا تسمعيني ميرا يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا أبو يوسف سبق واني قلتها بخصوص التأمين الصحي بعض الشركات يتأخرون في الرد وعلى المراجع الانتظار أرجو النظر في الموضوع هذه رسالة من بوبرعي الله يخليك حوليها على المعنيين عندنا على سالة يتصلون في بوبرعي ويأخذون كل التفاصيل الخاصة به هذا الموضوع منظمة الصحة العالمية تحيي اليوم الأربعاء اليوم العالمي لمرضى السكري تم اختيار موضوع هذه السنة تحت شعار الأسرة ومرض السكري ويهدف هذا الاحتفال بهذا اليوم إلى زيادة الوعي بأثر مرض السكر على الأسرة وشبكة الدعم المتضررين وتعزيز دور الأسرة في إدارة الرعاية والوقاية من المرض هيئة الصحة بدبي تحتفي بهذا اليوم بأسلوب مختلف تماما أسلوب يحاكي المستقبل توجهت إلى مقر مسرعات المستقبل في إمارة دبي وهناك العديد من الفعاليات اللي بيحدثنا عنها أخونا عبدالله يمعى مدير الشؤون الإدارية لمركز دبي للسكري صبحك الله بالخير عبدالله صبحك الله بالنور والعافية أخوة محمود الله سلام عزيزي أنا أدري بك مشغول بالفعالية ومشغول بهذه الاحتفالية ولكن نحن نبغي أول شيء تعطينا نبذة عن الفعاليات المقامة بيوم السكر العالمي هذا إن شاء الله في البداية شكرا أخوة محمود على إتاحة الفرصة لنا اليوم الحقيقة وذلك للإعلان عن فعالية اليوم العالمي للسكري ومثل ما ذكرت السينهاي يعني شعار الدولي يعني الدايبيتيز فاميلي يقول يخف الأسرة ولكن نحن أخذنا توجه آخر يعني تماشيا مع الرؤية المستقبلية ورؤية حكومة الإمارات كيف نحن يعني نجعل من التقنيات والتطبيقات الذكية في مصلحة المريض بحيث أنه يفيد في الصحة العامة طبعا مركز دبي للسكري والاعتمادات الدولية التي حصل عليها المركز دفع المركز ليكون يعني واحد من أهم المراكز التخصصية والضبية والبحثية والعلمية في مجال إدارة مرض السكري طبعا هذه النجاحات والمكان الدولي المركز لها طبعا مسؤولياتها والتزاماتها بالعمل دوما على تطوير وتقديم كل ما هو جديد وكل ما هو حديث في علاج داء السكري طبعا تماشيا مع رؤية القيادة العليا واستراتيجية تهيئة الصحة بتبي نحن هالسنة يعني خذنا جانب آخر تقني وجانب يعني تكنولوجي بمبادرة اللي هي معرض أول معرض من نوع حقيقة يحصل قمنا بالاستعانة بكبرى الشركات العالمية اللي متخصصة في موضوع التقنيات الحديثة متخصصة في موضوع التطبيقات الحديثة والأجهزة الحديثة اللي هي تعني بالإنسان المريض بداء السكري طبعا نحن اليوم نستخدم الأجهزة التقنية والأجهزة الحديثة والتطبيقات هاي بحيث أن تساعد الإنسان المصاب بداء السكري مثل ما تعرف قوي محمود أن مرض السكري أو داء السكري أصبح اليوم يعني مثلا يتعايش معه الإنسان المصاب السكري ولكن التطبيقات هاي الذكية والأجهزة الحديثة تساعده بحيث أنه يدير حالته بشكل ذاتي وبشكل صحيح وبشكل مستمر بحيث أنه يتم هناك فيه علاقة مستمرة ومضباشرة بين المريض وبين الفريق الطبي بشكل مستمر ليس فقط أثناء وجوده في المركز أو عند الطبيب طبعا الفعالية هاي اليوم عندنا يوم مفتوح وبيكون هناك فيه أيضا عصف ذهني بين المرضى اللي هم يعني يستخدمون الأجهزة الحديثة هاي سواء مضاخات الإنسليم أو السنسارات الذكية اللي تسوي فحص الدم بيكون هناك فيه برامج تفاعل بين الشركات هاي وبين المرضى على أساس أن المريض يعرف شو المستقبل اللي موجود بالنسبة لعلاج داء السكري وأيضا الشركات تعرف شو توقعات المريض شو اللي يحتاجون على أساس أن يوفرونهم أفضل شيء طبعا إن شاء الله المعرضة بيكون فيه مثل ما تفضلت المسرعات بين المستقبل في الدور الأول وأيضا هناك فيه طبعا فريق طبي متكامل من مركز دبي للسكري للرد على استفسارات الحضور وأيضا هناك فيه إن شاء الله فحوصات مجانية للسكري جميل جدا من الساعة كم؟ ليس ساعة كم موجودين أخي عبدالله؟ من الساعة 11 افتتاح المعرض إلى الساعة 5 العصر إن شاء الله إذن الدعوة عامة للجمهور اللي يحاب أن يطلع على تفاصيل هذه الفعاليات والشغلات اللي موجودة ممكن من خلال توجهها إلى مركز مسرعات المستقبل في أبراج الإمارات يشوفون التقنيات الإيديدة أفضل التقنيات الإيديدة في علاج داء السكري سواء تطبيقات ذكية أو أجهزة حديثة من الأجهزة الحديثة نحن تكلمنا من فترة عنها بس إذا بتذكرنا تي على السرية تعطينا بس جولة سرية نحن تكلمنا على سبيل المثال من الأجهزة الموجودة اليوم والتي نحن عندنا نسبة كبيرة من المراجعين مركز دبيل السكري أو بعض المرضى اللي هم يتابعون في هيئة الصحة مضخة الإنسلين مضخة الإنسلين طبعا جهاز يتحكم في نسبة الإنسلين في الجسم يتم طبعا بشكل تلقائي يعني إعطاء الجسم الإنسلين حسب يعني الوصف الطبي اللي يعطيها الدكتور طبعا بدلا لأن الإنسان يعطي الإبر بشكل مباشر الجهاز يغني عن هذا الشيء والجهاز طبعا متقدم جدا فيه هناك تنبهات يعطي حق الإنسان في حالة يعني إذا بدأ عنده هبوط أو بدأ عنده ارتفاع بحيث أنه يتم إدارة الحالة بشكل مستمر ما يكون هناك فيه عنده تذبذب فيه مستوى السكر في الدم خلال ساعات الليل أو النهار هاي إحدى الأجهزة اللي موجودة هنا طبعا بيضيفون عليها تقنيات وأشياء أخرى في المستقبل جهاز آخر أيضا نحن اليوم إن شاء الله بنعرضه لأول مرة إن كيف يتم هناك التواصل بين الإنسان اللي مصاب بالسكر والفريق الطبي الكامل أي إن كان يعني أي مكان يكون سواء في مجال عمله في البيت في الإجازة بيكون هناك فيه أبليكيشن بيكون هناك نظام تقني موجود يربط الإنسان المريض بداء السكري والضبيب المعالج سواء كان طبيب أو إخصائي تغذية أو التفقيف الصحي أو أي مكان بحيث إننا نحن دائما باستمرار يكون هناك فيه متابعة بين المريض وبين الفريق الطبي المعالج هذه طبعا أثنين من التقنيات ولكن هناك تقنيات أخرى ممكن نتكلم عنها إن شاء الله في مرات ثانية طيب يعني هذا هي طريقة شي مؤدبة جدا تبغي تنهي المكالمة إزاك الله خير أستاذ عبد الله أنا أدري بكم أشغل له هذا لكن إزاك الله خير على الوقت الجميل هذا اللي عرفتنا فيه على كل هذه الفعاليات أثمنا لكم التوفيق وأيضا هذه دعوة كذلك نكررها بالتوجه إلى مركز مسرعات المستقبل في أبراج الإمارات الجماعة موجودة ليلة الساعة خمسة نعم في طال عمرك رقم مجاني ثمانمائة ثلاثة أربعة أثنين للمزيد من الاشتفسار ممكن يتواصلون مع مركز الاتصال في هيئة الصحة في كبير ونحن يعطيناهم كل التعليمات أو المعلومات اللي يحتاجها أي إنسان للوصول إلى هذا المكان شكرا سيد عبدالله جمع الحلو مدير الشؤون الإدارية لمركز دبي للسكري في هيئة الصحة في دبي كان يحدثنا عن فعاليات يوم السكري العالمي في مركز مسرعات المستقبل شكرا جزيلا شكرا شكرا طيب طبعا مستمعين يعني نحن متواصلين معاكم اليوم العالمي للسكري هو يعني يوم نحتفي به للتوعية بهذا المرض للتوعية بضرورة يعني اتباع أنماط حياة صحية للوقاية من هذا المرض لأنه من الأمراض المزمنة والتي تشكل يعني الكثير من الهواجس لدى مش لدى المريض فقط لدى الأسرة كلها فعموما هذا الشعار اللي ذكرناه نحن بيكون إن شاء الله لمدة الاحتفاء به بيكون إن شاء الله يعيشون حاليا في العالم مع مرض السكري معظم هذه الحالات هي مرض السكر من النوع الثاني واللي يمكن الوقاية منه بشكل كبير من خلال نشاط بدني منتظم يعني تلعب رياضة نظام غذائي صحي متوازن البيئة كلها البيئة المعيشية تكون صحية الأسرة تلعب دور رئيسي في التعاون أنا عندي ترى بخبركم أحيانا اللي قاعد يصير زين اللي قاعد يصير عندي نمر برع زين ماسك شو ماسك في ديهو بسكوت بسكوت زين وكلها سكر وميرا تقول لا فري شوقر هيم سويت لنا وفي ديك شو قهوة فيها سكر يقول لا ما فيها وعندي داخل هني يعايرة وائل زين يعايرة أن أسمع الكلام يقول له حاول تلعب رياضة حاول تسوي ونمر يعني دايما نحاول قدر الإمكان أن نلعب رياضة هو يلتزم تي فترة عقب خلاص يطفش يطفش ميرا تقول نحن نغار منه زيك الله خير يا نمر الله يواليك الصحة والعافية ونطلع فاصل نطلع فاصل مستمعين بعد الفاصل إن شاء الله متواصل معاكم اللي عنده أي مداخلات يتصل فيه على ستة صفر صفر خمسة خمسة واحد أربعة واحد أربعة فاصلوا رجعين صحة وسعادة سعد الله وقاتكم مرة أخرى مستمعين الكرام وحياكم الله معنا في برنامجكم صحة وسعادة هذا البرنامج الذي قد ملكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم مميزة دايما إذاعة نور دبي إذن مستمعين نحن كذلك متواصلين معاكم ونجدد الدعوة دائما بالمشاركة ضمن التصويت لراية حمدان اللي يشرف عليها برنامج حمدان بن محمد للحكومة الذكية طرق التصويت يعني معظمكم سمع فيها وممكنكم تطلعون عليها من خلال حسابات هيئة الصحة بدبي دي اتش اي اندر اسكور دبي على انستجرام تويتر وغيرها بتحصلون اللينكات اللي خاصة بالتصويت لهذه المبادرات هيئة الصحة بدبي ولله الحمد يعني بمبادرتين مبتكرتين تم ترشيحها ضمن المبادرات الحكومية المميزة للفوز براية حمدان نحتاج من مستمعينا التصويت لهذه المبادرتين اللي هي الاولى مبادرة الصيدرية الذكية اللي وحدة من يعني ابرز الشغلات اللي سوتها هذه الصيدرية انها خفضت وقت الانتظار من 20 دقيقة الى دقيقتين واحيانا حتى زير انتظار يعني توصل على طول الدواء ما لك جاهز والصيدلاني يعطيك بس التعليمات وتروح على طول من 20 دقيقة قبل كان الواحد يتريه دواه لما يوصل اللي حين انت عند الطبيب والطبيب قاعد يحط الأدوية الصيدلاني وصل له الروبوت يابل الدولين عنده فتخيل موجود وجاهز عندك قبل لا توصل عنده صيدلاني احيانا فهذه لها فوائد كثيرة حتى قللت من اخطاء صرف الدواء مش اخطاء طبيعي اخطاء صرف الدواء وايد وايد مميزات فيها هذه بالنسبة لمبادرة الاولى مبادرة الثانية اللي هي تقنية دبي لترميم الصمام التاجي هذه واحدة من الابتكارات اللي خرجت من هيئة الصحة بدبي بامارة دبي وباسم دولة الامارات العربية المتحدة الى العالم اليوم المتخصصين قاعدين يعالجون بهذه التقنية اللي فيها براءة اختراع لامارة دبي واللي ساهمت في تحسين وانقاذ حياة الناس بشكل كبير تقنية جميلة جدا اطلعك من المستشفى يعني اختصرت لك وقت البقاء في المستشفى اختصرت لك وايد اشياء وغير هذا يعني فيها براءة اختراع فكرتها جميلة بالنسبة للمتخصصين سهلة التدريب وسهلة التعامل لذلك تم اعتمادها عالميا لكي تسجل باسم امارة دبي اللي هي تقنية دبي لترميم الصمام التاجي هذه بعد كذلك من التقنيات الجميلة فيها فوايد كثيرة انت ادخل على موضوع الترشيح اللي هي من خلالها تقدر تشوف هذه المبادرات المرشحة وصوت لهيئة الصحة بدبي سواء للصيدرية الذكية او للعيادة الذكية الشروط بخبركم عنها ولكن خلوني اخذ معايا عبر الهاتف اخونا عمر عبدالله العلي خصائي تكنولوجيا المعلومات بقسم تطوير التطبيقات صباحك الله بالخير عمر صباحك الله والورد السرور فيك يا هلا اليوم نتكلم عن مشاركة الهيئة في الجائزة الدولية لتجربة المتعامل اوش عطني نبدأ عن هذه الجائزة انا ما عرف اي شي عنها شو هي الجائزة الدولية لتجربة المتعامل بإذن الله طبعا هذه الجائزة عبارة عن منتقى عالمي لتجارب عالمية لمشاركة اصبر ممارسات تقنية المعلومات على المستوى العالمي طبعا تأتي مشاركة الهيئة بافضل الممارسات العالمية مما سوف يؤدي لحصول الهيئة ان شاء الله وحية الصحة بدبي على ميدالية عالمية في مجال تجربة العملاء الدولية مما يعزز موقع الهيئة ومن افضل الهيئات العالمية في تطبيق تكنولوجيا وانترنت الاشياء ان شاء الله طيب شو يعني اهمية هذه الجائزة ليه جائزة عالمية بس شو اهميتها طبعا هي من الجوائز العالمية تعتبر الجائزة مقياس عالمي معتمد لرضى رحلة المتعامل مما يتوافق مع رؤية السامية للحكومة ويحقق أسعاد المتعاملين لجعل دفعي وجهة سياحية علاجية مما يعزز سمعة الهيئة ومشاركة الهيئة في المحاصلة الدولية في كمثيل الدولة عالميا والفوز بجواز عالمية معتمدة طيب عمر الهيئة كيف تأهلت لهذه الجائزة شو المراحل أو عدد الناس اللي كانوا موجودين أصلا أو المرشحين لهذه الجائزة هل صرنا نحن مع التأهل هذا ولا هي مجرد أن شافوا أو أنتوا قدمتوا عليها أبغي أعرف شو التفاصيل للتأهل هذا التفاصيل كالتالي يا أخي الكريم طبعا تم تقديم ملف الترشيح من دارة تقنية المعلومات بناء على توصيات من دارة التمييز المؤسسي بناء عليه على متطلبات الجائزة وتم تقييمها من قبل اللجنة الدولية لك وعليه تم ترشيح الهيئة ومن المرشحين الفوز بالجائزة للتنافس في المرحلة الأخيرة طبعا التنافس في المرحلة الأخيرة بيكون إن شاء الله في الأسبوع القادم في مدينة أمستردام في هولندا ومترشحين ويالنا للجائزة تقريبا خمس جهات ثانية بس جهات مختلفة عالمية طيب أكثر مبادرات الهيئة في مجال تكنولوجيا المعلومات خبرني عن المبادرات التي طرحتوها من خلال الترشح هذا من خلال الترشح طبعا أنه هي المبادرة تحويل رحلة المتعامل من ورقي الالكتروني انترنت للأشياء طبعا ربط الأجهزة الطبية بالملف الطبي الالكتروني تحويل المؤشرات الحيوية من الجهاز الجهاز الطبي المقصود بالكلام إلى الملف الطبي بدون تدخل بشري طبعا تطبيق الملف الطبي الإلكتروني سلامه هو هذا اللي نحن نشاكين فيه بعد من ضمن الجهازة وشغلوا عليه الشباب ما شاء الله كان مجهود جدا جميل عليه السلامة طبعا وعننا تطبيقات هيئة الصحة الذكي تطبيق الموبايل لحاليا نحن في طور أن نجمع كل التطبيقات في تطبيق رئيسي وانطلق هذا في معرف جايتك السابق ولله الحمد يعني أن هذا الشيء يعطي المتعامل سهولة في الوصول أنه ما عنده أكثر من تطبيق في جهاز الموبايل يكون عنده جهاز واحد التطبيق واحد عفوا في الجهاز وهو اللي يدخل منه كل التطبيقات الموجودة لهذه الصحة بالدبي جميل نحن نذكر بالتطبيق اللي يبغي ينزله اللي هو يقدر يكتب DHA على الأندرويد وأيضا على متجر أبل ممكن تنزلون هذا التطبيق طيب في حال بغينا تفاصيل أكثر إن شاء الله وإن شاء الله فالكم الفوز إن شاء الله يا رب في هذه الحال بعد ما نشوفكم عقب التوزيع الجوائز والإعلان عن الفائزين إن شاء الله أخوي عمر عبد الله العلي خصائي تكنولوجيا معلومات في قسم تطوير التطبيقات شاكرين لك تواجدك معنا وكل التوفيق إن شاء الله نعم شكرا جزيلا طيب أرجع أتكلم عن عن التصويت يا إخوان تصويتنا لبرنامج حمدان بن محمد للحكومة الذكية في عندنا مبادرتين اللي هي الصيدلية الذكية وأيضا مبادرة تقنية دبي لترميم الصمام التاجي طيب نبغيكم تصوتون على vote.dtmc.gov.ae هذا في هذا الرابط بشوفون مجموعة من المبادرات لمجموعة مختلفة من الدوائر الحكومية هيئة الصحة لله الحمد رشحت بي مبادرتين وحدة منهم فيها براءة اختراع بدأت فيها دبي إلى طريقة علاجية مبتكرة زين بدوها الطباءنا في غرف عمليات صحة دبي ومراكز القلب العالمية اليوم تتبناها ونسبة نجاح هذه التقنية ولله الحمد حتى الآن 100% تخيلوا يعني 100% نسبة النجاح نجاح تقنية دبي لترميم الصمام التاجي وإن شاء الله يعني نتمنى منكم التصويت لهذه المبادرة أو للصيدلية الذكية اللي هي واحدة من الخدمات اللي تبنتها هيئة الصحة في دبي في الوقت القريب كنا نشوفها ضمن مسرعات المستقبل اليوم نشوفها على أرض الواقع الآن عندنا خمس صيدليات ذكية تابعة لهيئة الصحة في دبي وإن شاء الله سيتم تطبيق هذا المشروع في جميع صيدليات الهيئة في مراكزها مراكز الرعاية الصحية الأولية ومستشفياتها كلها تقريبا نظن المستشفيات كلها الحين في عندهم يعني صيدلية ذكية حتى عندنا صيدليتين في مستشفى راشد وحدة للطواري ماذاين صيدلية ذكية والثانية بعد الخاصة بالعيادات فاللهم لك الحمد يعني ساهمت هذه الصيدلية في الكثير من المشاريع اللي طورته وساهمت في تحسين رضا المتعامل رضا المتعامل يعني قفز قفزة المؤشرات فيه بشكل كبير وصلت إلى يعني في حدود تسعة وتسعين اعتقد إذا ما بغي يقول امية بالمية لأن كانت مسألة وايد فيها يعني واحد يلمس فيها هذا التطور في الخدمة طيب ليش تتثاوب؟ سهران البارحة؟ هذا واقع القواسمة هذا اللي يأخذ حرمتين وحدة بالسر إن شاء الله تسمعنا بسم فارس المهم اليوم العالمي للسكر يا جماعة الخير ذكرنا أن يمكن الوقاية من هذا المرض باتباع النشاط البدني المنتظم النظام الغدائي الصحي بيئة معيشية صحية الأسرة ويتل عبد الرئيسي في التعامل مع عوامل الخطر القابلة للتعديل بالنسبة لمرض السكر من النوع الثاني اللي قلنا فيه 425 مليون شخص يعانون حاليا مع مرض السكري في العالم معظم هذه الحالات هي من السكر من النوع الثاني واللي يصاب فيه الواحد بسبب أنه ما يتبع نمط حياة صحي فيعني نحط هذه المسال يا جماعة الخير في عين الاعتبار 14 نوفمبر يوم عالمي لمرض السكري فاللهم لك الحمد يعني هناك الكثير من الجهود اللي نقوم فيها بدولة الإمارات للتوعى بهذا المرض ولكن يبقى الفيصل في عدم الإصابة بهذا المرض اللي هو الشخص نفسه شو ممكن يسوي على أساس أنه يحاول قدر الإمكان أنه يلتزم بنمط الحياة الصحيح نين ببرع يقول أنا معاك بكل كلمة بخصوص الصيدلية أخذ أدوية منذ أخذ أدوية منذ سنوات والحمد لله كثير ثلاثة شهر يتم التواصل به لاستلام الدواء وذكر اسم الدواء يعني اللهم لك الحمد وتستاهل الصحة والعافية شو بعد تبغونا نخبركم عن مرض السكري تبغونا حصائيات ما نقولكم أن من 425 مليون شخص يعيشون حاليا مع مرض السكري ارتفع عدد الأشخاص المصابين بالسكري من 108 ملايين شخص في عام 1980 إلينا 422 مليون شخص في عام 2014 معدل الانتشار السكري على صعيد العالمي لدى البالغين اللي تزيد أعمارهم عن 18 سنة 4.7% في عام 1980 في عام 2014 وصلوا 8.5% معظم أو حوالي نصف مجموع حالات الوفاء الناجمة عن ارتفاع مستوى القلوكوز في الدم يعني تحصل قبل بلوغ 71 سنة من العمر اليوم قلنا أنهم حاطين الشعار لهذه السنة بأنهم طالبين الدعم من الأسرة فيقول لك الأسرة ومرض السكري هم حاطين هذا الشعار لأن يا جماعة الخير تبين أن الدعم الأسري في رعاية مرض السكري في له تأثير كبير في تحسين النتائج الصحية على مرض السكري العائلة من خلال التأثير العاطفي للمرض ممكن أن تحد من هذا المرض واللي ممكن أن يؤدي إلى إذا كان فيه تأثير سلبي بتكون نوعية الحياة سلبية منظمة الصحة العالمية تتوقع أن الداء السكري بيصبح عامل سابع مسبب للوفاة في عام عشرين ثلاثين تخيلوا وإن شاء الله يا ربي يعني ما ندري يمكن سبحان الله في السنوات قبل قبل هذه الفترة ممكن يطلع فيه علاج جذري لمرض السكري أنت عندك سكري وال الله يعينك الله الله يشافيك ويعافيك يقول لي دقيقة باقي عموما تكلفة مرض السكري تقارير تشير إلى 327 مليار دولار إجمالي تكاليف مرض السكري اللي تم تشخيصه في الولايات المتحدة في عام 2017 منها 237 مليار دولار للتكاليف الطبية المباشرة 90 مليار دولار في انخفاض الانتاجية متوسط النفقات الطبية بين الأشخاص المصابين بمرض السكري مرتفع يعني 2.3 مرات أعلى من النفقات اللي بتكون في حالة عدم وجود مرض السكري تخيل عزيزي أنه كنت ممكن تقي نفسك من هذا المرض بس بأشياء بسيطة المداومة على الرياضة الغذاء الصحي المناسب زيزي وإيجاد يعني بيئة بيئة صحية دايماً كنت تتحاول من خلالها ما مطلوب منك كوي 30 دقيقة كل يوم نشاط بدني معتدل منتظم في معظم أيام الأسبوع ضبط الوزن زين ضبط الوزن اتباع نظام غذائي صحي من 3 إلى 5 حصص يومية من الفواكه والخضروات الحد من مدخول السكر والدهون المشبعة تجنب تعاطي التبغ وأيضاً مثل ما هو معروف أن التدخين يزيد من مخاطر الإصابة بالأمراض القلبية الوعائية يوم الواحد يسترسل في الكلام يطلع الأوائل ويأشر له خلص 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 خلنا شوية نتكلم عن هذا الموضوع وايد مهم والله ما لومت يا ميرا ما لومت تقول لتلومني فينا ما لوم أنا ما لوم الإداعة فيه أصلاً وهذه تحية لأبو كريم على ما يسويه فيك في البرنامج زين شكراً لتميرا لقد كانت معنا في التنسيق هذه تحيات معدة حلقة اليوم من الأخة نور نزال والقواص من شرفتنا اليوم في الإخراج هذه تحياتي محددكم حمود يوسف العري وإلى الملتقى في الغد إن شاء الله حتى ذلك الوقت نقول لكم دمتم بصحة وسعادة